السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين خمسة حزيران يونيو طبعا اليوم انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج السرطان لبرج الاسد والقمر رح ينتقل ايضا من القوس لبرج الجدي في ساعات الصباح وبرضو اليوم هذا يعني بخلي كثير من الاشخاص تهرب من الواقع او تتهرب من المسؤوليات القمر الان موعد بث الحلقة موجود في برج القوس في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة ذابح وهي منزلة للفراق والخلاص والحرية ايضا بما ان القمر موجود لغاية ساعات الصباح في برج القوس معناته منشعر بالابتهاج نجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع اقتراض المال او دراسة لغة جديدة او الاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نذكرها هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين اورانوس وقولنا انه هاي مستمرة بتاثيراتها ليوم سبعة ستة طبعا هاي بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز جميع الابراج مما يصعب علينا ايجاد حل المسائل كما انه بتجعلنا عصبيي المزاج من ارتكب الاخطاء والتهور ايضا وهاي فترة احنا منقول انها فترة غير صالحة للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة بتخلق لدى البعض افكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين ومن ارتكب الاخطاء وممكن نتهور وهو وقت زي ما حكينا غير صالح للشراكات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم عشرين ستة طبعا ذروتها يوم 11 ستة الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا هدول الاشخاص بيفشلوا في ذلك بتخلينا عنا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات ولتحقيق رغباتنا والافراط في الاكل وهذا الشيء ممكن يسببنا اضطرابات صحية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي زاوية تاثراتها مستمرة لغاية يوم ثمانية ستة طبعا بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجذب لنا سعادة عاطفية وفنية كبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين المشتري وبين زحل وهي تاثراتها مستمرة لغاية يوم خمسة عشر سبعة طبعا ذروتها هي الزاوية يوم تسعة عشر ستة ولكن تأثيرات هي الزاوية مدة طويلة احنا بنحكي يوم تسعة عشر ستة ذروتها الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني او الاجتماعي وممكن نحصل على ترقي او مركز اكثر اهمية بتزيد من احساسنا بالامن وفي نوع من انواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري او تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث ايجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم اتناش ستة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بانفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لنكون فعالين ومؤثرين وقياديين ايضا مع اللي حوالينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها اليوم اخر يوم لتأثيرها طبعا هاي الزاوية بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها بذل جهد والتصميم والارادة لتجاوزها تجعلنا انانيين قاسيين وعنيدين ممكن اتعرضنا لصعبات في انجاز مشاريعنا وانعكاس وانقلاب باوضاعنا وعلينا مراقبة صحتنا المهددة بالارهاق اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي الزاوية تأثيراتها مستمرة ليوم 13 ستة طبعا هاي الزاوية بسبب انه بحقق البعض تقدم على حساب الاخرين بتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة اه شوي هيك نحتاط من الاشخاص اللي بنتعامل معاهم لانه هدول الاشخاص ممكن يستغلونا وينسبوا اعمالنا لالهم ويطلعوا على كتافنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم 22 ستة هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي او الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لان وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير لانه هاي بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة وذكرناها اكثر من مرة بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها او اليوم قوتها اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 23 دقيقة من صباح اليوم تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية عصر يوم الاثنين يعني لغاية عصر اليوم بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجدي هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وباستقر في برج الجدي وببلش يشكل اول زواياه فعشان هيك من ساعات الصباح منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر وبوسعنا اليوم الشروع بعمل جديد او شراء تحفيه اثرية او البدء بحمية او الاهتمام بمسائل الها علاقة بشركات التأمين الحدث اللي رح يصير بعد الانتقال المباشرة هو رح يكون اللي هي الزاوية اللي لها علاقة او الحدث انتقال الزهرة لبرج الاسد طبعا في حلقة نزلت فيها التفصيل وتاثيراتها على البروج والطوالع والتحذيرات وتحذير التراجع وكل الامور موجودة في هاي الحلقة بنصح الجميع انه يسمعها لانها هاي اه فيها معلومات مهمة جدا طبعا انتقال الزهرة رح يكون الساعة وحدة وستة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بعد ظهر اليوم الاثنين ورح يستمر اه وجود اه زهرة في اه هذا البرج لمدة طويلة يعني بتصل لتسعة عشرة والسبب انه اه الزهرة رح تتراجع ايضا في برج الاسد عملية التراجع للزهرة رح تكون ما بين ثلاثة وعشرين سبعة اليوم اربعة تسعة هاي الفترة لا تجميل ولا زواج ولا اي شيء له علاقة بالاعتماد على العاطفة نهائيا اهم شيء عمليات التجميل والارتباط تحذروا منه بالفترة هاي وما بنصح بعمليات التجميل اكثر شيء من اللي انا بحكي لكويا يعني بمعنى اخر الزهرة رح تكون ايجابية في برج الاسد من خمس ستة لثلاثة وعشرين سبعة ومن اربعة تسعة لتسعة عشرة اما المدة اللي بدي تراجع فيها الزهرة من ثلاثة وعشرين سبعة لأربعة تسعة وهاي اخطر فترة حتى المضاربة المالية ما بنصح ويا ريت تسمعوا الحلقة لطويلة لانه كثير مهمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثنتين وثلاثة واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ايه طبعا تأثير هاي الزاوية طيلة اليوم يعني من منتصف ليل الاحد على الاثنين ولغاية منتصف الاثنين على التلتاء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم اعمال انسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية هاي الزاوية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الاخر ونجاح مادي وبرضو بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسائنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا زاوية بطيئة تأثيراتها بدأت يوم 31.5 ورح تستمر تأثيراتها ليوم 10.6 هاي الزاوية رح تكون ذروتها اليوم الساعة 4 و 4 دقائق عصرا بتوقيت جرينتش يعني اليوم اخطر شيء رح يكون لهاي الزاوية تدفعنا للعنف تجعلنا مزاجيين وعدوانيين وعصبيين ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل مفاجئ بتسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية تدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين اكثر ومزاجنا بيكون سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة يعني تكررت المسألة مرتين بالذكر انه للسلبيات عشان تنتبهوا بشكل كبير وما تتهربوا من المسئولية وامسكوا عصابكم وابعدهم عن النقاش مع الاحبة طبعا دوليا هاي بتدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة على الساحة الفنية فبعض المطربين والموسيقيين اللي كانوا بالقمة ممكن ينحدروا للحديد بسبب رتابة عطائهم او عدم قدرتهم على تغيير اساليبهم وتجديد عطاءاتهم او بسبب تعرضهم لمؤامرات لتدني سمعتهم وتشويها لا يستحسن خلال هاي الفترة طرح انتاجات فنية جديدة للأسواق ولا اقامة حفلات لانه غالبا بتكون مخالفة او بيصير فيها يعني ما في غير المتوقع لالها فعشان هيك بتتعرض لمشاكل وعقبات ممكن تكون بالانتاج او بالتوزيع ويستحسن تجنب اقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان وربما احتمال وقوع حرائق او حوادث غير متوقعة بهاي الفترة ايضا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا رح تكون ذروتها الساعة سبعة و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات للثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في ادارة اعمالنا بتدل على حسن امزج فئات من الشعب المشتغلة بقطاع الفلاحي او المناجم او المحاجر او الشيوخ وبتزيد من مردودية مؤسسات الدولة وصناعات الثقيلة والقطاعات الفلاحية والمناجم واستقرار في البورصة والقيام بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا الكبد والعجز وعظم الفخد وعظم اخر العمود الفقري وعضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية هدولة اكثر حساسية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن بصيروا هدولة الاكثر حساسية فعشان هيك بتكو توفروا لهم العناية الاضافية واللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يراجع الطبيب وما يستنى او يهمل على حاله هذا اليوم برضو لا يصلح باجراء العمليات الجراحية الا اذا كانت اضطرارية العمليات الصغرى ما فيها اي مشكلة ولكن العمليات الكبرى هي اللي انا بقول عملية تأجيل لها وخصوصا اذا كانت بالاعضاء اللي ذكرنا اللي هي لها علاقة بالفقرات او لها علاقة بالعظام بالنسبة لهذا اليوم طبعا بالنسبة لعمليات التجميل يعني على الجهتين بس مش بفترة خلو المسار مناسب للامور اللي الها علاقة بالبشرة او الحفاظ على البشرة وحتى الحقن ولكن الجراحة برضو لا تصلح بلشنا بفترة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ يعني الصبغ انا ما بنصح فيه لانه الشعر رح يكون اكثر حساسية وخصوصا بفترة الصباح فعشان هيك ما بدنا الجلد او الشعر يتأثر بشكل سلبي ولكن الحنة يصلح ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل لبرج الجدي فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعاء سبعة ستة بيبدأ في تمام الساعة اربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره سبعتاشر يوم في تمام الساعة ستة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ثمنتاشر يوم نسبة الاضاءة بتصير خمس وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيده بنسبة خمسة في المية القمر في القاوس وبدوينتقل للجدي ورح يظل في الجدي ники لا يوم سبعة ستة سعيد الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر بصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارت في الثور حتى يوم 11.6 منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% الزهرة في السرطان بدأت انتقل للأسد ورح تضل بحركة أمامية ليوم 23.7 منتحسة بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10.7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4.9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30.6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الدلو بيت راجع حتى يوم 11.6 منتحس بنسبة 30% طبعا ما تنسوا الكبسات اللي تحت بس حبيت اذكركم تكبسوا عليها لايك ديسلايك كومنت شير اي اشي من هاي الامور طبعا الكبستين اللي تبعت التشكرات الثانج سايب ما تكبسوش عليها وتبعت الانتساب برضو ما تكبسوش عليها يعني مريحكم منها بس خليكوا على هدولاكا لكبسو الله يرضى عليكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة او تروجوا العمل او تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها بيكون في نوع من انواع النجاح والحض في حياتكم العاطفية والعائلية اليوم افضل من الايام الماضية لغاية ساعات الصباح ولكن دون فرض السلطة او السيطرة على الاحبة وما تتسرع بتصرفاتك وبكلامك ايضا اما من ساعات الصباح فهنا بينصب اهتمامك حول عملكم مصالحكم الاجتماعية اهمش انك ما ترتجل المواقف والتصريح وكون يعني هيك حذر شوي لانه ممكن تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه امر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بالمسئوليات والقوانين اليوم لانه فترة فيها نوع من انواع الايجابية فما تضيعها بعصبيتك وتهربك من المسئوليات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بدكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير ممكن تتلقى مساعدة او تعاطف خلال هذا اليوم عليك بس انك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وما تتسرع وخصوصا بالاحداث العائلية اما من ساعات الصباح فهو انا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والعاطفة وبكون لكم لقاءات او فرصة بتفتح امامكم ابواب الها علاقة بالسفر البعيد او تعرف على اشخاص خارج البلاد او خبر بيجيكم من خارج البلاد مفرح والتسويق والنشر والدراسات العليا وبتفرح لانتصار او لرحلة او لمشارك ناجحة اهمش انك اليوم تتحرك على مختلف الاصعيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم ما زال القمر موجود مقابلك لغاية ساعات الصباح فعشان هيك مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة او علاقاتكم مع ازواجكم مع احباكم هاي فترة شوي ضاغط لانه طاقتك ضعيفة ما زالت لغاية ساعات الصباح فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات اما من ساعات الصباح هنا القمر رح ينتقل لبيت الاموال المشتركة فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور معين وهاي فترة جيدة لتصحيح خطأ او لتكرار محاولة سابقة فعشان هيك الاهتمام رح يصير طيلة اليوم على المسائل المالية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الان بدأ في مراحل المقابل القسولة اليك فعشان هيك طاقتك ضعيف جدا حاول انك تنجز ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذائكم وراحتكم كونوا منظمين واحسنوا ادارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا انكم برضو ما تهملوا صحتكم ومات اجلوا ولا تماطلوا اعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات اضافية عشان ما تتراكم الاعمال عندكم اما من ساعات الصباح فهوانا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم اليوم اللي لها علاقة بشركاء المال والعاطفة فبتكوا تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا اي كلام ما توجهوا ملاحظات لانه خصمكم قوي وما بيرحم وبتحمل هاي الفترة نوع من انواع الارتباط المهم فعشان هيك بتكوا تحافظوا على هدوء اعصابكم وما تكونوا عدائين برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا بتظل رغبتكم قوية جدا من الان ولغاية ساعات الصباح في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا او عاطفيا بتنفرج اساريرك وبتعيش لحظات سعيدة وجيدة فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط اهم شي انكم ما تهملوا وتتهربوا من الواجبات اتجاه العائلة او الاحبة وحاولوا انكم تستغلوا هاي الساعات في تصحيح الاخطاء اما من ساعات الصبح او الصباح بيبدأ يتراكم العمل لديكم وحاولوا انكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي او الجسدي اللي ممكن يمنعكم من اداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسائل عائلية او شخصية طارئة ممكن شوية تخلي تستفزك او تخليك تتهرب من المسئوليات فحاول قدر الامكان انك تهتم بعملك بشكل جيد وصحتك وعائلتك لانه اليوم في بعض التوتر برج العذراء من نسبة لموليد برج العذراء طبعا بوزعكم ادخال اي تعديل المطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن شوي يكون في قلق حول وضع عائلي او منزلي او تظهر بعض المشاكل الشخصية او الاعطال المنزلية اهمش انك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة لانه شوي الاجواء عدائية ومتوترة او راعي وضعك الصحي اما من ساعات الصباح فالاجواء بتتغير بشكل قوي جدا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم بتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة ممكن تتلقى اشارة ايجابية وهاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد العواصف يعني الاجواء رح تتغير لصالحك طيلة النهار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل في نشاط بالتنقلات والاتصالات والسفريات وبظل الوقت هذا مناسب لا اجتياز امتحان او مقابلة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الاخوة ومع الجيران وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الاجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدراتك اما من ساعات الصباح فهنا بتفضلوا الاجواء البيتية والعائلية لطف الاجواء العائلية الضاغطة لانها ممكن تثير اضطرابك او امتعاضك او حدث معين يخليك حساس شوي فدير بالك من حساسيتك او يعني من تقلب مزاجك وحاول انك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك ممكن يكون عندك حدث اليوم او خبر بيتعلق بافراد العائلة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيصير التركيز من الان ولغاية ساعات الصباح على الامور المالية او فرص لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي او مستردات هباد دعم هدية مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف اموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الاموال ممكن تهتموا للمناقش الدعم مالي او قرض اهم اشي انك ما تفكر اليوم بالاستثمار او التوظيفات لانه الاجواء لسه مش مساعدة لهاي الامور اما من ساعات الصباح الاجواء بتصير ناشطة جدا فبتنشط بالاتصالات والحركة والحوار والنقاش وبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة ممتازة جدا للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتكم ممكن تقوموا برحلة عمل او تتحرك بفعالية معينة او تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة الاجواء بتصير ايجابي ودعم لالك وفيها كثير من الحضوض حتى على المستوى العاطفي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم التحلي بالحكمة والواقعية لبعض الامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر من الان ولغاية ساعات الصباح ومن الصباح وما بعد هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي وبرضه بتفتح مجال لمكاسب مالية بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء بس ما تغامروا بأموالكم بالمصاريف أو بإنك تداين أشخاص أو تكفى الأشخاص خلال هذا اليوم هاي فترة حذرة ماليا معنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بدكوا تنتبهوا لغاية ساعات الصباح لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب فحاولوا أن تنتبهوا لصحتكم ما تبالغوا بإنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة أعمل بشكل روتيني يعني ما تهدد وطيرتك لا يعني لحد الركود يعني لا تحرك شوي فممكن تلغي بعض الموعيد أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي فحاول برضو في هاي ساعات أنك ما تحسم أي أمر لأنها ما زالت فترة سلبية ومخيبة للآمل أما من ساعات الصباح فهو أنا بتستعيد نشاطك حيويتك بتستعيد حماستك عزيمتك ممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو قطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق أو لا خبر سار رح يجيك اليوم يعني الأجواء من ساعات الصباح بتصير مميزة جداً بالنسبة لك برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً القمر الآن بلش يقترب من بيت المتاعب يعني فترة شوي بدها تبلش فيها نوع من أنواع الصعوبة من الآن واللي غاية ساعات الصباح بوسعكم تعزيز صداقاتكم علاقاتكم الاجتماعية منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة يعني وبعضكم ممكن يحتفل بنجاح أو تطور علاقة وبإمكانك أنك تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح من خلال علاقاتك الاجتماعية وبتفرح لوقوف أحد الأصحاب أو الأقارب لجانبك من ساعات الصباح حون القمر رح يوصل لبيت متاعبك فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوط تماماً حاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك حاول أنك تعمل بشكل روتيني بدون ما تبالغ لا بمجهودك الصحي ولا بإصدار قراراتك بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أو الأشخاص اللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وتعزيز العلاقات مع محيطهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئوا بالسيق وما تنفعلوا وما تعصبوا واتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم واتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها عشان ما تتفاقم أما من ساعات الصباح فهنا بتقدر إنك تصحح علاقاتك المتردية تتراجع عن قرار تحسن علاقة مع أصدقائك ومعارفك أو علاقاتك الاجتماعية أهم شيء إنك ما تبقى وحيد لأنه اليوم مكاسبك كلها من معارفك وعلاقاتك الاجتماعية وأصدقائك تعتبر هاي فترة نشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا وبتكثر عندك الاتصالات والموعيد بشكل كثيف جدا حطيتوا لايك وديس لايك وكومنت وشيروا الأشياء هاي والكبستين هذولاك زي ما حكينا محدش يكبس عليهم ليه التشكرات ولا الانتساب ما بلاها الله يرضى عليكم صلوا على رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء